في الحلقة اللي فاتت خليناها في القصة دي الإلياس بن صالح وتعرفنا على حياته اللي قلنا عليها أنه قضاها في محاربة الأذارسة وكانت عنده فكرة توسع وتأسيس دولة كبيرة في المغرب من خلال التحالف مع القبائل المستقلة إلا أن القبائل الأمازيغية اللي كانت مستقلة بحل سجن ماسة وإمارة نقور كان عندهم رأي آخر بحيط رفضوا التحالف مع برغواطة بغيته سيرجاع المغرب من أيدي الأذارسة لأن الأذارسة ديك الساعة كانوا حاكمين أكبر مساحة من بين الإمارات الأخرى سباب توفرها على أقوى القبائل الأمازيغية في المنطقة واللي كان على رأسها قبيلة أوربع وهذه النقطة ديال الأذارسة سنتحدث فيها إن شاء الله في الحلقة في واحد الحلقة خاصة ربما تكون الحلقة القادمة إن شاء الله لأن لا أظن أن هذه الحلقة ستكفينا في الموضوع ديال برغواطة ما زال سنزيد حلقة أخرى إن شاء الله إذا في الحلقة ديال اليوم سنحاول نتكلم بخلاصة على جميع السلاطين المتعاقبين على إمارة برغواطة وإلا بقال لنا الوقت سنزيد على أسباب السقوط وعلى أسرار وحد أخرى لكن دعونا أولا نبدأ القصة ديالنا في البلاصة في نخلينها من خلال تحدثنا على أخبار إلياس بن صالح اللي قلنا عليه أنه كان واحد الإنسان اللي يمتقف وكيتميز بالعفاف وكانت مدة حكم هذا الأمير هي خمسين سنة ولم يذكر الكثير عن هذا الأمير كما هو الحال بالنسبة للأماراء البرغواطيين اللي جاءوا من مور هذا الأمير وهذا هو ما يجعلنا نطرح سؤال وهو علاش هاد المؤرقين دووا لنا فقط على صالح بن طريف والتوحد ما تكلم لنا على حياته السياسية كيفاش قضاها من غير أنهم بقوا مورقين وبقوا كيدوي وغير على ذاك الدين والشريعة اللي جاء بالأهالي برغواطة كما لا ننسى أن هذه الرواية اللي اتقلت على هذه الأميراء كيبقى فيها شيء من الغموض لأنه لا يعقل أننا ندو على كلام خصوم برغواطة لأن الخصم ديالك دائما ما يبحث لك غير على تشويه الصورة ديالك أمام الناس جميعا وتماما هاتشي اللي كيقول ابن حوقل في كتاب صورة الأرض تماما كيقول أن إلياس بن صالح بن طريف تظاهر بالإسلام والعفاف العفاف فهمناها ولكن تظاهر بالإسلام واشكنتي معاه مثلا ومنك نقول تظاهر بمعنى أنه سر ربما بينه بين نفسه أو بينه بين أقرب الناس له فكيف يعقل أن واحد يخرج من واحد القبيلة اللي محاطين بها من كل تجاه ويأتي عود لك على القبيلة لكي يتميليها بالعار يبقى يعود لك عليهم غير بالكلام السيء ولكن هاني نقول واسيدي أن هذا خائن ولكن السؤال هو أن هذا المؤرخ جاء من مورا وفاة إلياس بكتر من مئة سنة إذن شكون هذا اللي يوصل له هذا الخبار وعلش مدوش عليه تمؤرخ هذا هو السؤال المطروح هذا لماذا صالح بن طريف كل شيء يدوى عليه واخصصوا له أكثر من ربعات ورقات في الكتبهم لكن إلياس هناك أحد ما دوى عليه سمون بكمون وكأنه لم يعيش لم يحكم في حياته والمشكلة أنهم يقولون له أنه حكم خمسين سنة فهذا هو التناقض تناقض بأم عينه يعني حكم خمسين سنة صاحبي وما دويتو عليه ولو غير في نص الصفحة قلوا لنا غير كيف كان يتتعامل مع الدول المجاورة له والمشكلة أنهم دواءوا على صالح بن طريف الذي كان قبل أن نولده في سنوات هذا الموضوع لبورغواطة والله سوف تفهم فيه أخير بقى قليلا نبقى الريخين يقولون كلامه ويرجعون ويقولون لك العكس ذلك في نفس الجملة فمثلا إذا المشينا الأول ذكر لبورغواطة كان نلقاوه عند ابن حقل في كتاب صورة الأرض من خلال الحديث الذي دار بين أبو صالح زمور والخليفة الأموي المستنصر به قلبي الذي أبو صالح زمور لما كان يعود القصة على بورغواطة كان يدوي بلسان أمازيغي بمعنى أنه كان هناك مترجم كان هذا السيد هذا المترجم هذا كان يترجم كلام أبو صالح زمور بالعربية كان يترجمها للخليفة الأموي لأنه لا يعرف الأمازيغية هنا سنطرح بواحد السؤال وهو وجدك شيء الذي كان يقول أبو صالح زمور هو نفسه الذي يترجم هذا المترجم بتدقيق أم حاول أنه يحرف الكلام أبو صالح زمور وبدأ يزيد عليه تآويل وحدة أخرى من رأسه كما أن هذا ابن حوق هذا الذي يدوي لنا على بورغواطة الذي يوزع ما أقرب بواحد بورغواطة را كان شيعي بمعنى أنه ينتمي إلى الدولة الفاطمية والفاطميين كانوا على عداوة بإمارة بورغواطة هناك نرجع اللوم المؤرخين لمغاربة علاش ما بحثوش أكتر وخلو لنا ولول قليل قليل على هذه الإمارة لأنه رائع عيب أننا ما نكونوش كنعرفو عليها بزاف وعيب أننا نفتخروه بجميع الدول اللي حكمت المغرب من الأدارسة العلويين وما نفتخروش بهذه الإمارة اللي حكمت كثير من 300 سنة بمعنى كثير من فترة حكم الأدارسة والموحدين وكثير من فترة حكم المرابطين والوطاسين وكثير حتى من الفترة اللي حكموا الموارينيين نحتل السعديين وراء 300 سنة 300 سنة رأى ما سهلاش يعني رأى دازوا فيها بزاف دي الأحداث ولكن فقط لأن هذه الإمارة الأمازيغية كبحات التوسع دي الأمويين ووقفات ضدهم صافي صبحات إمارة كافيرة والتوحد ما بغير يدوي عليها كل شيء كينعتها بأخبار لا دليل على صحتها مجرد روايات من المنتصر والمثال يقول ويل للمنهزم من تاريخ المنتصر يعني ذلك الشيء الذي يقول على المنتصر لا يعقل وهنا سنعود لأحد النقطة التي هي عندما ذكروا شكون الذي يعود هذه القصة قالوا أبو صالح زمور مزيان أبو صالح زمور سنقول شكون هو يشرح لنا أنه كان صاحب صلاتي مزيان يعني أردتنا أبو صالح شكون يكون ولكن لماذا لم تقلتو لنا شكون الذي يعود وهذا هو السؤال الكبير عودين إذن أرجو عن الموضوع بورغواطة بقى تمسكة وبقى تكافح سنين وسنين إلى أن جاء المرابط لكن قبل ما نتكلم على هذا الفترة دعونا أننا نتكلم وبعجالة على ما قيل على أمرأ بورغواطة من خلال ما قاله المؤرخين والبداية ستكون مع يونس بن إلياس الأمير الذي قيل عنه أنه قرأ في المشرق يعني السؤال وهو أن هاديونس بن إلياس ها هو كتقول عليه بفمكم أنه كان كي يقرأ في المشرق وش هذ المعلمين دي المشرق اللي كانت هذ المنطقة تحت الحكم دي الأمويين وش ما كانوش عارفين أن هاديونس صراه هو حافيد صالح بن طريف وش ما كانش سهل عليهم أنهم يقتلوا ويتهنهم منه قبل ما يتم تعيين أمير النبورغواطة ويبدأ تحارب معهم إذن هذا سؤال آخر ينضاف إلى مجموعة إلى سلسلة من الأسئلة والذي عنده يفيدنا يتفضل الله يجزيكم بخير عبر المكان المخصص بالتعاليق لكي نفيدوا بعضنا ونفيدوا بالخصوص طلبة لكي يكون عندهم بحث في هذا المواضيع المهم تتم الموضوع يقول ابن عداري فولى ابنه يونس بن إلياس وذلك بعدما وصل من المشرق وحج ولم يحج أحد من أهل بيته وسمع ولم يحج أحد من أهل بيته ومشي عند ابن حقل يقول وربما اجتمع في هذا المكان من المرابطين مئة ألف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت ورباطهم على بورغواطا بمعنى بورغواطا كان عليها حصار فكيف غد يدير هاد الناس بش لم يحج أحد من أهل بيته وواحد يقول اجتمع في هذا المكان من المرابطين مئة ألف إنسان بين هذا الإنسان هذا الذي يخرج من مروغواطا سيشد سيعد سيقتله إذن كمل ما جاء به ابن عداري إذن قال ولم يحج أحد من بيته فأظهر ديانة جده ودعا إليها وقتل من لم يدخل فيها حتى أخلى 800 موضع من مواضع البربر قيل أنه قتل منهم 1700 وهلك بعد أن ملك نحو 40 سنة وخرج الأمر عن بنيه إذن أنتم ما تشوفوا قال لك أنه 800 موضع يعني 800 قبيلة لقتل وخرج الأمر عن بنيه بمعنى أن الأمازيغ لما مات هذا ما بقى عين شي واحد من أولاده إذن هنا نشوف أن الأمازيغ كان هم تعلقين بالسلالة لصالح بن طريق إذن نرى كل شي واضح لا داعين القون في السرق إلياس بن صالح حكم 50 سنة وقالوا أنه كان عفيف لكن توحد ما ذو عليه لكن من وصلنا لهاتس يونس ذو عليه ثاني كامل أنه قتل البربرة وقضى على الكثير من القبائل وزيد وزيد وعلى لماذا لماذا تعلقين على إلياس بن صالح الذي حكم 50 سنة وما قلته عليه وقالوا قصد يونس تعلق هذا اللقطة العادة تعلق إذن نكمل الموضوع يقول أبو العباس المتحيجي بلسان ابن عداري دائما يقول يونس كان أضرح إلى المشرق سنة 211 للهجرة وهو أصحاب من بينهم عباس بن ناصح أبناء الأكابير يعني أولاد القوات ديال دوكل الإمارات اللي كانوا مستقلين والأكابير ديال الدولة الإدريسية المهم لما وصلوا لمشاريق قاعد الدراري يقرأوا الدين الإسلامي إلا يونس لقد موحد الدواء يقال أنه الذي شرب سيحفظ أي حاجة سمعها أو قرأها بعينه فتوجه إلى علم النجوم من بعد ذلك فلما انتهت فترة التعلم سيارجع مع أصحاب المغرب وكل واحد مشلق بلاد لأن فترة كان شمال إفريقيا عبارة على مجموعة من الإمارات المستقلة فلما رجع يونس البلاد وبرغواطا سيبدأ يبين لهم ذاك علم النجيم اللي تعلم في المشاريع فكان يعرف وقت وقوع الكثوف مثلا وخبرهم به قبل ما يوقع فلما كانوا يلقوا ذاك شي ماذا خبرهم قبل الوقوع بأيام بدأ يتعلق به فلما شاف ضعف عقولهم وكثرة جالهم ادعى فيهم النبوة وسمى من اتبعه برباطيا بمعنى برباط الأصل في الأندلس اللي دوين عليه في الحلقة اللولة من يتكلم على طريف المضغاري مؤسس هذه الإمارة فكما برباطيا ومن هنا جاءت اسمه هذه الإمارة الصغيرة لإشكال المطروح هنا واللي ما بغاش تفهم لي هو أن نفس المصدر يقول أن صالح بن طريف هو الذي مشار المشرق هو الذي تعلم عن علم الكواكب وما إلى ذلك فلما رجع قالوا أن هدعى النبوة وفي الرواية الأخرى قالوا أن إلياس هو المشرق ورجع إلى قومه فادعى فيهم النبوة بعدما تأكد من جهلهم ويقول هذا المصدر أن أهالي برغواط كانوا من أجمل النساء والرجال وكان عندهم قرآن من 80 صفحة ومن بين الصور التي كانوا في هذا القرآن هي صورة أيوب التي هي أول صورة ثم تليها صورة يونس وفي صورة عمى وفي صورة فرعون وصورة الديك وصورة الجراد وصورة الجمل وصورة هاروت وماروت وصورة الحشر وصورة غرائب الدنيا ثم يأتي ابن حقل ويقول عن هذا القرآن اسمع مزيان وفيهم الآن من يقرأ القرآن بغاية الاحترام ويحفظ منه الصور ويتأول آياته على موافقته لكتابهم وقرآنهم اسمع مزيان ويحفظ منه الصور ويتأول آياته على موافقته لكتابهم وقرآنهم بمعنى أنه كان عندهم وحد الكتاب لما ما كيف هموش حاجة في القرآن ديالهم كانوا كيمشيوا ليه بش أنهم يعرفوا التفسير ديالهم وهل يمكن أن يكون ذلك الكتاب هو القرآن الكريم يعني عندهم قرآن بالآمازيغ وعندهم لمصحف مكتر الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون إذن نرى كل شي واضح نحن فقط حاولنا نفسروا ما جاء به المؤرخين عن هذه الإمارة المغربية لقد تعتبر جسء مهم من تاريخ العريق ولازم علينا نحميه هذه الإمارة إنها كما قلت من قبل سرى هي جسء من تاريخ العريق وكل ما قيل عنها كان من مؤرخين فاطميين وأمويين اللي كانوا على عذاوة مستمرة بهذه الإمارة وحتى أول ذكر لهذه الإمارة فرقان على لسان أبو صالح زمور لكن بما أنه كان كيتحدث بالأمازيغياء فرقان لازم على الخليفة الأموي أنه يجيب واحد المترجيم ولكن ما في نبقاس هذا المترجيم ما عرفناش وش ترجم ذاك الكلام اللي قال أبو صالح زمور بالحرف ولا زاد فيه شي حاجة والله أعلم إذن من بعد هذه المرحلة سيأتي أبو عفير محمد بن معاد بن ليسع بن صالح بن طاريف هذا كان واحد من حفدات صالح بن طاريف بمعنى أنه لم يكن ابن يونس بن إلياس وهذا ما تم ذكره في المصدر اللي قرينا عليكم من قبل المهم هذا أبو عفير محمد يقول عليه ابن عداري أنه عود وحد برواط تحت الحكم دياله لكن بحكم أنه كان ديكتاتوري لأنه كان يقتل أي واحد خالف في الأمر ويقول نفس المصدر أنه كان عنده 44 زوجة وكان له من الأولاد بعدد يعني كان عنده 44 مرأ و44 ولد وكان على ديانة باه ولكن ما قال لنا ديانة ديالبا شنو هي لأن مصادر خراء كتقول أن الأمر اللي تعاقبوا على إمارة برواط رتخلوا على دين صالح بن طريف وصبحوا مسلمين وهنا الثاني كان نلقا اختلاث فبت هذا السلطان هذا ما عرف مدوعة ليه تتوح وكيف سنعرف ما هو الدين ديال مهم هذا أبو عفير ستوف بعد حكم بالوعد والعهد ويحفظ الجار ويكافئ على الهدية وهنا رأى ما حدنا جايين دبا ونقرب من التاريخ من التاريخ القريب جدا من المؤرخين اللي يعودوا لنا بمعنى أن هذه الأخبار ممكن تكون صحيحة لماذا لأن هذا الأمير حكم ما بين 917 و 961 للميلاد وابن حقل زاد سنة 913 وتوفى سنة 977 بمعنى كان معاصر لهذه الفطرة وهذه الصفات اللي ذكروا لنا فهذا الأمير رأى تجي عن طريق التربية لولدين فكيف يعقل هذا التناقض في الأخبار وش فهمتوا وش نو بغيت نقول يعني شوف الأب قالوا عليه أنه كان ديكستوريا والابن كان سخيا وكان ضريفا ويا في الوعدي والعهد يعني شوف التناقض الابن رأى يشوف هو الجسد طويل اللحية وكان يعون القبائل المجاورة له إلى جشه واحد بغيت تعدى عليها فكان تربطو واحد العلاقة جيدة مع جميع القبائل لضير لكن ما تنسو أننا كان تكلم مدباء على سنة 917 تل ديك 961 لكان توافق فترة حكم القاسم قنون بمعنى نهاية الدولة الإدريسية يعني الفاطمين ثالثة أخرى بمعنى بورغواطا كانت إمارة قوية وقدرت تكبح قوة الفاطمين في توسع جيتا وهذا طبعا بعد محاولات الأذارس سنين وسنين أنها تحتل بورغواطا وهنا سنعود لأحد النقطة وهي أن الدولة الإدريسية تسلط لقيت بورغواطا ونرى الدولة الإدريسية سقطت والدولة بورغواطا يمازال إذن نكمله ستوفى الأمير البرغواطي عبدالله بن أبي عفير وغادي تولى حكم الإمارة من بعده ولده أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار وهذا هو الأمير الذي يرسل أبو صالح زمور للأندلس بغرض ديبلوماسي فقال له الخليفة الأموي المستنصر بالله سنة 352 للهجرة قال ليحكي لنا عن مؤسس بورغواطا فيقول أبو صالح زمور القصة الشهيرة مهم هذا الأمير لمسمى أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار تولى حكم بورغواطا في سن 22 سنة كانت عنده 22 سنة فقط أسير الدولة بسياسة الأبديال ومع الوقت اشتدت شوكته وأصبح أميرا ذا كلمة مسموعة يقول بن عداري وكان أبوه قد وصاه عند موته بموالاة أمير الأندلوس نفس الوصية اللي خلالها صالح بن طريف لولده ها هي مازال مستمر إذن صبحات ورد كيخليه واحد لوحد وخليفة الأندلوس وهو خليفة المسلمين فلماذا بقت العلاقة جيدة بين أموي الأندلوس وإمارة بورغواط كل هذه المدة وشهد الأمويين لم يكنوا عارفين أن هذه بورغواط كانوا كفار كيف يعقل أن جميع المؤرخين لم يتحدث لنا ما الرد الخليفة الأموي ما الرد على الكلام الذي قال أبو صالح زمور عندما قال له أنهم ما زال أهلا دين صالح لما يدخل هذا الخليفة الأموي ويحتل بورغواط ويصلح ما أفسده صالح ويوري الناس الإسلام بما أنه لم يقوم بفعل أي شيء من ما تم ذكره فهذا يعني أن بورغواط كانوا مسلمين والله أعلم إذن لما مات عبد الله بن أبي عفير والصولد أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار وقال له أنت سابع الأمر من أهل بيتي وأرجو أن يأتيك جدك صالح كما وعد ثم ينهي كلامه ويقول انتهى ما احتضرته من كلامي زمور بمعنى هاتش اللي قدرت أنني نجيب لكم هاتش اللي قدرت نسمع من كلام زمور تجيب ما ربما ما كانوش كيسمعوها مزين إذن حتى لا يكون الفيديو أطول غادي نسدو الحلقة دي اليوم عند هات النقطة كنتمنا تكونوا استفتوا معانا في الحلقة دي اليوم وأنا مع لي إلا نضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله اللي غادي تكون الحلقة الأخيرة بخصوص موضوع بولمواطا واللي كنتمنا نكونوا وعطيناه وقت وعطيناه حقو من خلال هات المجموعة من الحلقات الطويلة اللي نشرناها وكتذكير ما تنسوش تشاركو مع الأصدقاء ديلكم هات السلسلة المهمة بالخصوص اللي كانت تحدد فيها على هات الإمارة لمخدات تحقها من تاريخ المغرب العريق وإحنا اللي خصنا نعرفو بها نحن اللي خصنا نلعب هذا الضول ونعرفو بها ونعرفو بهذا التاريخ وبهذا الإمارة اللي حكمت مددية 300 سنة أكثر من جميع الدول اللي تأسات في المغرب من الأداريس حتى السعدي فبارتاجيو باش يوصل هاد الموضوع للشباب اللي ما كيعرفوه لعلى هات الإمارة وبالخصوص الشباب اللي عندهم أبحاث عن هذه الإمارة المظلومة تاريخيا إذن كالعادة متابعين ما تنسوش تدعمونا بواحد لايك لهذا الفيديو تشجيعا لنا لاستمرار والبحث عن التاريخ الغابر التاريخ اللي ما دوع لي حد اللي كي شاهدنا الأول مرة فمرحبا بك معنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش تكون من الأوائل اللي غادي يشاهدوا إن شاء الله الأعمال لدينا في قادمة الأيام وبما أن الحلقة المقبلة غادي تكون هي الأخيرة بخصوص موضوع بروطاء فاللي عنده شي سؤال يخليه لنا في التعليق باش أننا نجاوب عليه في الحلقة القادمة اللي غادي تكون الحلقة الأخيرة محتى اللي عنده شي معلومة إضافية يفيدنا بها في التعليق باش نشاركوها جميعا في الحلقة القادمة إذن إلى ذلكم الحين أستودعكم الله شكرا شكرا